أعلن المتحدث باسم التحالف دولي مالزا كيغنز عن مغادرة التحالف قوى إسبانية من معسكر باسماية بجنوب بغداد فيما نفى مصدر عراقي علاقة الانسحاب بالقصف الذي تعرض له المعسكر وقال كيغنز في بيان صحفيين السبت يغادر تحالف باسماية بعد تدريب خمسين ألف منتسب من القوات العراقية واستثمار خمسة ملايين دولار في ميادين التدريب والمباني موضح أن إسبانيا ستبقى في تحالف من خلال المستشارين في بغداد والدعم المروحي وموظفي الناتو من جهتي قال مصدر عراقي أن الانسحاب لم يكن على أساس القصف الذي تعرضت له القاعدة أمس بل مخطط له منذ وقت سابق مبين أن قوات إسبانيا ستبقى في العراق بمهام تدريبية واستشارية ترجمة نانسي قنقر